لا يملك هذا الأب غير هذه الدموع يندب فيها فراق ابنه المختطف منذ يونيو 2015 ووفق رواية رويترز تعرض عماد طارق طالبي للخطف من قبل الحوثي بعد أن نجى من حادثة قصف التحالف لحافلة كانت تقله أثناء عودته من الحديدة إلى عدن وعادر من الحديدة في نفس الحافلة على النقل الجماعي وأثناء رقعته حصل الحادث المدني المشؤوم من قبل طيران السعودي الأمريكي الإماراتي عماد الطالبي ليس سوى قصة من قصص آلاف المختطفين الذين اختفوا قصرا منذ سنوات لم يعد عماد ورفاقه لكن اتفاق ستوكهولم الذي عقد أخيرا بين الشرعية والانقلاب فتح نافذة أمل لوالد عماد وأسر المختطفين والمخفين أناشد الناس المعنيين بهذا الشيء والذي بحوزة توب الولد أو الولد تأميد ذاتهم أن يطلقوا صراحه طالب دامع حرام الذي يحصل للطالب كان اتفاق السويد قد أفضى إلى مبادلة المختطفين لدى ميليشيا الحوثي بأسراها الذين جندوا للقتال معها وهو مشكل استياءا لدى أسر ضحايا الميليشيا ومع ذلك فإن أهالي المختطفين قلقون من خرق هذا الاتفاق الذي ظهرت موادر فشله مع السمرار ميليشيا الحوثي بحملات اعتقال ضد المدنيين في صنعاءه والمناطق الخاضعة لسيطرتها ترجمة نانسي قنقر